حضرتك يعني جاوبت على سؤال أنا كنت رسا أسأله لك دلوقتي بس أحب أسمع تفاصيل أكتر إحنا هنا في مصر في العديد من المواهب فيه كرة القدم وكان من المستغرب أنه ما بقاش فيه أكاديمية لنادي عريق زي أسلون فيلا موجودة في مصر الأكاديمية دي هتبقى موجودة في مصر إمتى وتفاصيل أكتر عن الأكاديمية داية هل هيبقى فيها؟ يعني أنا سمعت أن أحمد المحمدي ممكن يكون مسؤول أي مسؤولية في هذه الأكاديمية الشغل عليها هيكون إزاي؟ كخبر سعيد للجماهير المصرية أحمد المحمدي هو مشغول حاليا هو بيساعد النادي في المشروع الحالي للنادي وتطوير النادي للأسف ما عنديش معلومة إذا كان هو هيشارك في الشق الرياضي في الأسبوع الماضي لدينا أربع لاعبين تحت 17 سنة مصريين ناشئين عاشوا فترة تجربة ومعايشة في أستون فيلا هنا في أكاديميتنا في بيرمنجهام في مدينة بيرمنجهام وطبعا هما هيشعروا بالنجاح في إنجلترا وإحنا بنستثمر في العديد من المزيد من الشباب المصريين أن هما يلاقوا طريقهم للاحتراف في أوروبا وأن هما يجوا إنجلترا ونتمنى أن هما يلعبوا من أجل أستون فيلا ويكونوا مع فريق أستون فيلا طبعا معنا شريكي سيد ناصف ساورس هو بيحاول أنه يخوض مغامرة أخرى أنه يحاول يحصل على نادي أوروبي في برتغال وهو أصلا يعرف المدرب المصري فيتوريا واستثماره في الشباب وأنه لديه رؤية جيدة لمعرفة اللاعبين ولديه معرفة بكيفية تطوير اللاعبين صغار السن ويعطيهم الأمل وأنه يفتح لهم الطريق للعب في أكبر الأندية الأوروبية طبعا روي فيتوريا بيكتشف لعيبة في صغار السن خصوصا لعيبة تحت 17 سنة نحن في مصر هنا لدينا التفاؤل الكبير في اللاعب المصرية والناشئين المصريين أنهم يطوروا من أداءهم في الفرق الأوروبية وينتقلوا إلى أوروبا للاحتراف عظيم جدا